فصول النزاع بين كييف وموسكو تتواصل مع تواصل الضربات المتبادلة بين الطرفين حيث أعلنت روسيا عن استهدافها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني فيما قالت كييف أنها هاجمت محطات الرادار الروسية وزارة الدفاع الروسية ذكرت أنها هاجمت كذلك المصانع التي توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المقابل أعلنت كييف عن شنها ضربات على محطات رادار ومستودعات ذخيرة وتجمعات لعتاد ومعدات واستهدافها لعسكريين روس في ذات السياق اتهمت موسكو الجيش الأوكراني باستخدام مسيرات في هجوم على مدينة إينيرهودار حيث تقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية والتي تعد واحدة من كبريات المحطات النووية في أوروبا روسيا كانت قد أعلنت في وقت سابق شنها لسلسلة هجمات صاروخية على أوكرانيا حيث استهدفت البنية التحتية ودمرت مباني أما كييف فقد أفادت أن دفاعاتها أسقطت صاروخا في منطقة بوتشا بالقرب من كييف خلف حفرة غائرة استمرار الصراع بين الجارتين وفي غياب أي بوادر عن حدوث فراجة يزج الطرفين في أتون نزاع مستعر حيث لا صوت يعلو على صوت المدافع ترجمة نانسي قنقر